أكد محافظ الغربية طارق رحمي أن المشروعات الخدمية بقرية نهطاي تسابق الزمن وقاربت على الانتهاء لتعلن بداية حياة كريمة تليق بأهلها كما وعد رئيس السيسي جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة معدلاته ونسب إنجاز المشروعات بقرية نهطاي وتفقد محافظ الغربية خلال جولته مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي بنسب تنفيذ وصلت إلى 94% بتكلفة 10 ملايين جنيه ويضم لمركز خدمات متنوعة ما بين مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري وتموين وبريد ووحدة محلية بالإضافة إلى مجلس محلي ومقر للتضاوم الاجتماعي